المسلم يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة ولا يمكن أن المسلم يقرأ في كتب أهل الباطل في كتب أهل البدع ولا يسمع لهم المسلم يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة المسلم يقرأ في كتب أهل البخاري المسلم يقرأ في كتب أهل البخاري الإمام مسلم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد يقرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية المسلم يقرأ في كتب أهل البخاري المسلم يقرأ في كتب أهل البخاري الشيخ بامباز الشيخ الألباني 이런 분들의 저술도 우리가 존중하며 읽어야 됩니다